تباينت أراء الناخبين في ولاية ميتشيغان الأمريكية حول المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة من الحزبين الديموقراطي والجمهورية وأرجع عدد من الناخبين أسباب عدم دعمهم لكل المرشحين سواء الديموقراطية كاميلا هاريس أو منافسها الجمهوري دونالد ترامب بسبب سياساتهم الداعمة لإسرائيل ورفض الناخبين الإبادة الجماعية في قطاع غزة هذا وتعد ميتشيغان إحدى الولايات المتأرجحة ذات التأثير الأكبر في تحديد ساكن البيت الأبيض الجديد لن أصوت لكاميلا هاريس لأنها مذنبة بارتكاب جريمة إبادة جماعية إنها تدعم التمويل وهي تظهر على شاشة التلفزيون العام ويرسلون رسائل نصية تقول أنا مؤيد لإسرائيل أنا أدعم إسرائيل إنهم يقولون أنا أؤيد قتل شعبك لماذا أؤيدها؟ لماذا أصوت لها؟ لقد صوتت لها ولبايدن قبل أربع سنوات والآن أشعر بالذنب مرة أخرى ربما هذا هو تاريخ الديمقراطيين إنهم يحبون الحرب وأنا لن أصوت للديمقراطيين بعد الآن بالتأكيد أعتقد أن ما أسمعه في الغالب من الناس هو أنهم يشعرون باليأس إنهم يشعرون أنه بغض النظر عمن يصوتون له فإنهم لن يروا التغيير الذي يحتاجون إليه في سياسة إدارة ترامب أو هاريس ومن المؤسف أن هؤلاء هم الخيارات المتاحة لنا ولكن كما تعلمون هذا هو المعروض أمامنا المرشحة جيل ستاين مهمة فيما يتعلق بالشرق الأوسط لأنها مرشحة مناهدة للحرب وأعتقد بشكل خاص أن ما نراه في الشرق الأوسط والأشياء التي تفعلها إسرائيل من الضروري دعم المرشحين المناهدين للحرب العرب في المجتمع الكثير منهم مهتم بالتصويت لصالح ترامب لأنه بهذه الطريقة يظهر للحزب الديمقراطي أنهم لا يستطيعون مواصلة سياساتهم الخارجية لكن الأمر ليس كذلك فالناس لا يتفقون مع ما يحدث إبادة جماعية لا ينبغي تمويلها لا يوجد اتفاق أو إجماع على التصويت لمرشح محدد هناك البعض يسير في هذا الاتجاه أو ذاك لكنني أعرف من محيطي ومن أصدقائي أن أحدا منهم لن يصوت لا يرون أحدا يشر بكفاحنا ويلاحظ جراحنا وما نمر به وما نراه كل يوم لا أحد يهتم بنا